ترجمة نانسي قنقر وقالت لنجد الجو عياد وقالت لنجد الجو عياد وقالت لنجد الجو عياد لأنه كما قلت وقالت لنجد قضايا مثل هذه وقالت لنجد وقالت لنجد جميع من غير القضايا المشاركة الكبرى المرتفب عليها العقائد والقياب والأخلاق والعبادات كل مختلف فيه منذ قدم الزمن منذ بدل الإسلام وخلافات في أحكام اليوم يصبحها الفقهاء على أنها إجماع وعلى أنها مسلمة لا توقيت المسلمة إجماع من العصر الأول وهي مختلف فيها وخلافة رائمة وظاهرة إجابية وظاهرة ورائمة وظاهرة وبالتالي لا يشكل فش نشوف أن تصور الدين كما شفت أحد أسئلات ما هو إذن تصور الدين لما نحق أنه الدين هو قيمه وهو أخلاق وعبادات وعقائد والإحسناق فإن تالي شيء كل ما يخص العلاقات الأفقية كل ما يخص العلاقات مبينة ومجتمع كما يقولون للناس لماذا نحيدوا الدين واللاطق أو تفقوا لا تفقوا لا تفقوا أن العلاقات الاجتماعية والعلاقات الوفقية وتنظيم ومجتمع هو شأن الدنيا لا علاقة له بالدين لا يوجد أي علاقة بالدين ولكن يجب العمل على نشر هذا التصور للدين الناس تامعوا تفهم فعلاً بأن العلاقات الوفقية وتنظيم العلاقة داخل المجتمع الدين لنفسه لا يقومون بساوثين لا يقومون بساوثين لا يقومون بساوثين والدليل هذه الخلافات الكثيرة التي وقعت فيها قضايا كثيرة فيها هذا الموضوع هذا دليل بأنه لا تقوم بسؤال الأخي بأنه كان مغاشر سوف يجاوب على هذا الأشكال قلت أين المشرف أن شخص يلتزم؟ أولاً نحن في علمتها تكتوري لا يوجد أن شخص يلتزم أحد الأحكام معينة ولكن لا يوجد مشكلة في التزامي المشكلة في إلزام الآخرين المشكلة في رمي اتهام الآخرين المشكلة في طعم الآخرين أنه يلتزم 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 ويتصرف فيما يبغى هذا طبعاً يجب أن يكون في إطار حولي القضية ويجب إحتى الدولة أن يقوموا له هذا الأمر ولكن إشكال الواقع سعيد سعيد بالعقل في حي الموزن اليوم سعيد أن تقول لي أنك سعيد بالدين بهذا الشيء لكوتي يعني على أساس بصورتي الدين هو ما يصوق له أنه دين وعندك على حسب هذه الصورة لا، عندك الأمر بمعروف وعندك أنه يعني المنكر وغادي تبدأ تدخل حياة الناس وغادي تبدأ تقول للآخر من منطرق التزام بالديني يجب العيد أن تتدخل في حياة الآخر لأنه يجب أن تسمح له أنه يمارس المنكر وغادي تمنعه وغادي تعلنه لما تراه أنه أنه معصير وبالتالي لو كان التزام كثير من هذه الناس تشوفوا رقمنا ومتدينيين 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 أن يكون فردانيا متعلق بالشخص هذا أمر جيد جدا وأمر مطلوب جدا لما تلقى الآن تشوف بعض المتدينيين تقول تشوف أن المتدينيين ومتدينيين في سواحد أخر هذا تطور كبير داخل الحق الدين داخل هذه المتدينيين أن المتدينيين يخرج من قضيات الأمر المعروف لا يعلمونك لأنه يقول أهل الدين ومشهر الناس أخرين هذا تطور كبير يشب تسمينه ويشب العمل معنا قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابعونا في العشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية